هل النيكسيوم آمن وفعال بالنسبة لأدواء الأخرى بالرغم من سعره الغالي ده؟ في الحلقة دي هنعرف فيما يستخدم النيكسيوم وإيه الأثار الجانبية اللي ممكن تحصل وإيه الجرعة المعتادة لعلاج وهنعرف إيه التداخلات اللي ممكن تحصل مع الأدواء الأخرى وهنعرف ليه بيرشح النيكسيوم وليه ما بيرشحش السلام عليكم من الأخبار رب تكون دائما بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن دوا اسمه النيكسيوم بس في البداية لو الحلقة دي عجبتها كريت وإنا رأيه في الكومنتات تاعته ولو إنت حاجب موضوع معي نتكلم فيه اعرضوا علينا وإن شاء الله هنتكلم فيه في الحلقات القادمة بس في البداية تعال نقول ما هو النيكسيوم النيكسيوم دي دوا من ضمن الأدوية اللي بنستخدمها في علاج القرح والحموضة بتاعت المادة المادة اللي موجودة فيها اسمها إيزوميبرازول كيف يعمل النيكسيوم؟ بدلا ما نقول كيف يعمل نيكسيوم يبقى حنا كده بنقول كيف يعمل الإيزيموبرازول اللي هي المادة الفعالة اللي موجودة في النكسيوم بتبقى موجودة تحت كده بيبقى موجود النكسيوم وتاحتها كده إيزيموبرازول بتعمل المادة الإيزيومبرازول عن طريق إن هو بروتن بومب انهيوتور يعني بيصبط مضخاط البروتن وبالتالي بيقلل من إفراز اللي هو اله تش نيati وفيما يستخدم النكسيوم بالنكسيوم يستخدمarn Common يعالج القرحة والحموضة بتاعت المعدة وبيعالج قرحة الاسنا عشر ومن ضمن الاستخدامات المشهورة جدا ليه النيكسيوم ان هو بيستخدم مع كرس من ضمن الأدوية اللي بتستخدم فيه علاج رسومة المعدة وبرضه ممكن نستخدم النيكسيوم مع الناس اللي عندها حموضة او قرحة في المعدة بسبب استخدامات المسكنات والأدوية المضادة للتهابات اللي هي بتبقى خاصة نون سوردال انت انفلماتور دراجز وبيستخدم بردك مع الناس اللي عندها مشاكل فيه ارتجاع المريء وبرضه يندرج تحتها اللي ممكن يستخدمه ناس عندهم التهابات في القولون لان الالتهابات بتاعت القولون بتبقى سببها ان بيبقى فيه احماض زيادة جاي من المعدة وبالتالي بيحصل التهابات في القولون وبالتالي ممكن النيكسيوم او مادة الازمو برازول تعالج الالتهابات اللي موجودة في القولون ما هي الجرعة المعتدة لعلاج؟ طبعا النيكسيوم نازل بتركزات كتير جدا ودي اللي بيميزه عن غيره لانه نازل بيه صورة فورات بيبقى تركزة 10 ميلي جرام ودي بيبقى مناسب جدا للاطفال وبالتالي بناخد الجرعة دي قبل الاكل الجرعة بتاعت الاطفال قبل الاكل وتبقى مرة واحدة بس في اليوم وبرضه في منها اقراض بيبقى بتركزات 20 و 40 ميلي جرام وبرضه الجرعة تبقى مرة واحدة بس في اليوم خد بالك ان الجرعة بتبقى 20 او 40 ميلي جرام في اليوم ودي اللي بيحدد للجرعة دي الدكتور يعني سواء ممكن تكون تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي ممكن تصرف عادي بدون أي مشاكل وبرضه الجرعة بنقولها تاني بتبقى مرة واحدة بس في اليوم سواء عشرين أو أربعين ودي بيكون على حسب الحالة اللي موجودة قدامنا ما هي الأعراض الجانبية لإنيكسيوم يعتبر ما فيش حد اشتاكى من الأعراض الجانبية لإنيكسيوم أو أي مادة تانية خاصة بالبروتون بومب إنهيبتور بس الأعراض الجانبية بتندرج بتبقى فيها حاجات ياما تكون شديدة قوي ياما تكون حاجات بتبقى بسيطة جدا زي مثلا الدوار والغسيان والقيب والحاجات الدرجة دي كلها وفي بعض الأعراض الجانبية زي مثلا ارتفاع في ضغط الدم وبالتالي ما ينفعش ناخدها خالص مع الناس اللي عندها مشاكل في الضغط ما هي موانع للسعمال؟ طبعا المفروض قبل ما ناخد أي دواء لازم نستشير الطبيب أو الصيدلي طيب افرد بقى لو أنا خدت الدواء ده بدون استشارة طبيق أو الصيدلي فما ينفعش تاخد الأدوية دي إلا بعد استشارته هما معظم المشاكل اللي بتحصل بتحصل بسبب وصف الأدوية بدون وصفة طبية يعني بناخد الكلام من بعضنا كده نقول أنا خدت الدواء ده وارتحت عليه ويبتدي تنقل الكلام ده من شخص لشخص وإنت فيه غناء عن كده تقدر تروح تستشير الصيدلي وبدون أي مقابل تقول له هل ينفع أخذ الدواء ده ولا لا بالتالي من موانع استعمال النيكسيوم لو واحدة حامل أو مرضعة ما يفعش تستخدم النيكسيوم هو يعتبر آمن على المرضعة ومش آمن جدا على الحوامل وخاصة في الثلاث شهور الأخرى وبرضه الناس اللي عندها مشاكل في الضغط ممنوع يستخدم مادة النيكسيوم وبرضه الناس اللي عندها مشاكل في الكلا أو الكبد ممنوع برضك يستخدم مادة النيكسيوم أو أي دواء بيحتوي على الإيزوميبرازول أو أي دواء بيحتوي على البنتوبرازول أو أي دواء بيحتوي على الإيزوميبرازول أو أي دواء بيحتوي على بروتون بومب انهيبتور أو مسبطات البروتون في ناس بها قبل ما ياخدوا مادة النيكسيوم بيسألهم على حاجة مهمة جدا هل بيزود الوزن أو بينقص الوزن هو ما فيش أبحاث ولا فيه دراسات أصلا على الموضوع ده إنه هو بيعمل على زيادة الوزن أو تخصيص الوزن وبالتالي هناخدها كده ضمن معادلة بسيطة انت بتاخد النكسيوم علشان تعالج الحموضة بتاعت المعدة والترقمات اللي بتبقى موجودة في المعدة او القرحة اللي موجودة في الاسنع عشر او اي مشاكل في الجهاز الهضمي وبالتالي انت متعالج الاكتئاب اللي موجود في الجهاز الهضمي ده بيتم بعد العلاج ان الشخص بتبدأ الشهية بتاعته تتفتح على الاخر فبيخش على الرابع وما بيرحمش وبالتالي احنا كده بنقول ان نكسيوم بيزود الوزن وفي بعض الاحيان في ناس اصلا الشهية بتبقى على طول مقفولة او نص ونص وبالتالي مش هيحصل معهم زيادة في الوزن فهل ينفع استخدمه اصلا لزيادة الوزن او نقصون الوزن؟ لا ما ينفعش وبالتالي احنا بننصح الناس على طول ان هما ما يستخدموش حاجة الا بعد وصفة طبية او باستشارة الطبيب او الصيدل طب تعالى بقى نعرف ايه هو سبب الحموضة او القرحة بتاعت المعدة او قرحة الاثن عشر اول حاجة لو انت من الناس اللي بتاكل كتير و بتاكل اكل داسم مبطر حمشي فانت اكتر واحد عرضة لانك يحصل لك بتاع مشاكل في المعدة او قرحة الاثن عشر ولو انت برضك من الناس اللي بتاكل اكل كتير جدا بدون اي فوايد يعني ما بتاكلش اكل في بروتين او كربوهدريت او نيشا او الياف او فواكه يبقى انت كده اكتر شخص معرض انك يحصل لك مشاكل في المعدة او الاثن عشر وبرضو لو انت من الناس اللي بتشرب سجاير على طول فانت برضك بيبقى يجيلك حموضة على طول معظم الناس او تسعين في المية من الناس اللي بيشربوا سجاير بيجيلهم حموضة على طول في المعدة ايوه انا متأكد من المعلومة دي ان الناس اللي بتشرب سجاير على طول على طول بيحسهم بشعور غريج جدا في المعدة وهي دي الحموضة او قرحة المعدة ولو انت استنات عليها كتير ممكن مشكلة تتطور معاك بنزيف ومش هتتعالج الا بعملية وبرضو لو انت من الناس اللي بتشرب شاي وقهوة كتير فانت من الاشخاص اللي معرضين للقرحة او التهبات المعندة لذلك ينصح انك متشربش شاي او بن على معدة فضية لازم يكون بعد الاكل مسلا بساعة او ساعتين على الاقل وبرضو لو انت شخص حامل فانت برضك معرضة انك تجيلك حمود على طول بس الحمودة دي مش بتبقى يعني بسبب المشاكل الخاصة بالمعدة تب يبقى بسبب حاجة تانية فبالتالي لازم تتابعي مع الدكتور اللي انت ماشي عليه وبالتالي الخطوات الرئيسية اللي منع قرحة المعدة او القرحة بتاعت الجهاز الهضمي انك تمتنع عن الاكل الداسم والاكل اللي ملهوش فايدة لازم تمشي على نظام غذائي صحي تقدر تعتمد عليه كليا يعني تجعله لايف ستايل مش فترة كده رجعت ريمة لعددها القديمة يبقى لازم تمشي على النظام ده وتابع معاه على طول وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم نتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم ولو عجبتكم فعلا يريد تقولنا رأيكم في الكومنتات تحت ولو انتو حبيه موضوع معايا نتكلم فيه اعرضوه علينا وان شاء الله نتكلم فيه في الحلقات القادمة ترجمة نانسي قنقر